لا شهر لداعش ولا الاثنى عش ستنة أنا أحكي الحقيقة تدري لي ولا بحث لتشرر لي نبقى بدون موازنة نبقى بدون قوانين أقول لي لي ليش يمتما الأخ الأكبر المحترم الإطار الشيعي والتيار السدري يجلسون بطاولة مستديرة وانا قلتها في عشرات اللقاءات وينسون لي الأذرع وتكون هناك تفاهمات أخوية بنية صافية وتنازلات من هذا الطرف إلى هذا الطرف ويجتمعون على كلمة واحدة يعتقدون فيها تمرير حكومة للأغلبية لا الأكراد راح يعترضون أنا بلغون الاجتماع الصعب يعني ياه من هنا هنه هو يبهل السماء لا قبل يومين قبل يومين صار طرح ما اعترضين ايه احنا كنا معترضين صار طرح انه لازم تجون ولازم يشكل حكومة والمفروض كذا كذا فصار طرح بصراحة من شيخ خميس القنجر نعم قلوا ياه احنا احنا وياكم احنا ما قالي لا نعم لكن احنا ما نقبل باشر عقبة تشكل حكومة وخاف تنزل مظاهرات مثل النزلة اش راح تجيب سلاح ما سلاح احد الحاضرين يعني قال فات كلام ما راح اقدر اقوله او صحيح لا 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 ستهايفة لا ستهايفة حتى لو تعرفي انا اخوش عوفي احنا نريد نهدي الوضع مو مثل الباقين يشعللون الوضع يعني انقسام سني صار هاي خاص لا مو بس لا 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 مو انقسام سني طرح وفات طرح مو صحيح انسحب الوفد الكردي وانسحب السنة اللي هو متمثل بالشيخ خميس القنجر اما اللي دتقوز دي للانقسام السني هذا وجه ثاني وباب ثاني وهذا غير موضوع بس اجتماع ولا البارحة لا والبارحة ايضا نعم نقطة مهمة جدا يعني في ظل